أنا أريد أبارك له الأبو غريب أن أخيرا صارتكم مجاري أهل أبو غريب إيه والله العظيم أبو غريب إذا أكو بعض الفيديوهات عنه بالستينات وبالثمانينات وبالألفينات وهس نفس أبو غريب ما تغيرت ولا تجددت ولا تطورت مشروع المجاري تعرفوا إيش قصان له مشروع المجاري كان يفترض ينفذ أول ما تم تطوير معمل حليب أبو غريب تدلوش وقت تطور بالسبعينات يعني راح يصير أكثر بحدود خمسي سنة من الخطة اللي كانت موضوعة أن تكون هناك مجاري في قضاء أبو غريب وراء خمسي سنة لله الحمد أنه الآن أكو رجال تعمل ولهذا نقول علينا أن ننوح الجهود نوية الحكومة الحكومة الآن جاية تشتغل متوجهة توجه صحيح إلى البناء إلى أن نتقدم الخدمات للشعب العراقي الأخ الرئيس محمد الشاع السوداني اليوم من راح بنفسه هاي اللقطات نحن نشكر المكتب الإعلامي للسيد رئيس مجلس الوزراء الذي يتابع نشاطات الأخ السوداني ويحطها أمام الشعب العراقي فاليوم من مشروع مجاري أبو غريب ستراتيجي يطلق هذا معناها المدنية الصحيحة المطلوبة في قضاء أبو غريب بدت هذا مو مشروع مجاري فقط سمكي واحد يقول لي الواردة حشاء مو مشروع مجاري هذه ضمن رؤية استراتيجية لتطوير قضاء أبو غريب هذه الرؤية يجب أن تستثمر ممكن واحد يقول لي ايه وشنون نستثمر أقول لك شون تستثمر الآن يبدأ العمل الآن بدأ العمل بأبو غريب عوفوا كل الأسنين الماضية قضاء أبو غريب قضاء قديم تعرفون من من كان قصر الملح قصر الملخ غازي وبعدين أراضي الملكة عالية وبصفة أراضي بلنا صالح الحميد الحمداني وبصفة أراضي زوبع الكرام بذلك الوقت أراضي الشيخ خميس الضار والشيخ يعني بذلك الوقت الله يرحبهم من ديش المرحلة شالت يفترض الأبو غريب يعني قضاء عمره تقريباً 100 سنة من كان خانضاري هذا الرمز الكبير عراقياً وعربياً وإنسانياً وإسلامياً اللي يقاوم الاحتلال البريطاني الشيخ دار المحمود أبو سليمان وأبو خميس بداخل الوقت اللي اليوم الآن بدأ العمل الصحيح لقضاء أبو غريب الآن يفترض أهل أبو غريب تجار وصناعية واختصاصات وأهالي شركات ومقاولات وغيرها الآن يبدأ الشغل لأن هذا مشروع استراتيجي مثل ما قال أخي السوداني